من بيروت ينضم إلينا الدكتور فارس سعيد النائب السابق في البرلمان اللبناني أهلا وسهلا بك دكتور فارس سعيد إذن هذه التصريحات لعبداللهيان من لبنان برأيك بأن المنطقة تسير نحو السلام برأيك ماذا نقرأ بين سطورها بداية ليس سرا بأن البلايات المتحدة تفاوض إيران وأن إيران تفاوض بلايات المتحدة وهناك شيء من الارتياح المزدوج الأمريكي الإيراني الذي بدأ مع 27 ويستمر حتى اليوم أمريكا محكومة بلحظة انتخابية لا تريد التصعيد وإيران محكومة بلحظة سياسية واقتصادية داخلية لا يمكن لها أن تقوم بعملية حرب واسعة وبالتالي تقاتل بمن حضر تقاتل بالأدوات التي هي بين يديها في البحر الأحمر في العراق في سوريا في لبنان وبالتالي أتى عبداللهيان إلى لبنان حتى يقول بأن المفاوضة الإيرانية الأمريكية هي مفاوضة قائمة وبرأيي أنا أعطى أيضا الضوء الأخضر لحزب الله حتى يفاوض إسرائيل بمعنى أن يفاوض إسرائيل من خلال اللجنة الخماسية من خلال زيارات وزراء الخارجية الغربيين إلى لبنان من خلال أجهزة المخابرات التي تأتي إلى بيروت الهدف واحد تنفيذ القرار 17-01 بمعنى أن يكون هناك منطقة جنوب الليطاني في لبنان منزوعة السلاح وقادرة من خلال انتشار الجيش اللبناني ومن خلال انتشار القوات الدولية أن تضمن أمن إسرائيل وأن تضمن أيضا أمن لبنان هذا كلام كلام واضح وأعتقد بأن أعطى عبداللهيان الضوء الأخضر لحزب الله بهذا الاتجاه وبرأيي أنا بدأ العد العكسي على مستوى حزب الله الحزب منذ سبعة عشرين لم يفتح جبهة الجنوب على قاعدة هجومية واكتفى بالقول بأنه يساند حماس في حرب غزة اثنين اليوم وصل إلى وقت بعد أربعة أشهر من المساندة وصل إلى وقت بأن ينصحه الراعي الإيراني له الراعي الإقليمي له بالتفاوض مع الولايات المتحدة وبالتالي أيضا تفاوض مع إسرائيل من خلال لجنة خمسية لكن من يحكم الجبهة من أجل تنفيذ القرار 17 نعم من يحكم الجبهة هل هي المفاوضات بإعاز من إيران لحزب الله أم أنه إسرائيل يمكن إسرائيل أيضا أن تستفيد من هذه التهدئة وبالتالي تشرن حرب كاملة على الحزب ممكن أن هناك كلام بهذا الاتجاه ولكن أنا أعتقد بأن يعني يكفي ما يحدث في رفح حتى تكون إسرائيل تقوم بحرب عشواء وبحرب محشية ضد الشعب الفلسطيني في رفح لا أعتقد بأنها في الوقت ذاته ستفتح جبهة الجنوب ولا أعتقد بأن حزب الله جاهز لفتح جبهة الجنوب الكلام واضح من قبل عبداللهيان عبداللهيان أتى برسالة تهدئة وبنصيحة لحزب الله بأن يفاوض الجانب الأمريكي حتى نتجنب الحرب في لبنان المشكلة الحقيقية هي ليس إذا ذهبنا إلى الحرب أو إلى التهدئة المشكلة الحقيقية بأن من يفاوض باسم لبنان من يفاوض باسم لبنان هو حزب الله وخلف حزب الله إيران لا وجود لقوات لبنانية لقوى لبنانية لأحزاب لبنانية لمؤسسات رسمية لبنانية قادرة على التفاوض لأن قرار السنم والحرب ليس في يد اللبنانية هل يمكن لأحزاب مناهضة أن تستغل هذه اللحظة النائب النفس لحزب الله وعدم اشتعال الجبهة ومفاوضات مع إيران ومفاوضات مع واشنطن هل يمكن أن تستغل كل هذا هذه الأحزاب وتتوجه نحو تكتل ماء لرفع يد حزب الله عن مفاصل دولة هل الفرصة سانية نعم هذه دعوة محقة وهذه دعوة وطنية هي دعوة محقة وهي دعوة يجب أن تكون قيد التنفيذ ولكن المطلوب اليوم هو بأن تقوم مبادرة لبنانية من قبل الأحزاب الشخصيات السياسية النواب المثقفين الجميع في لبنان من أجل تنفيذ القرار سبعة عشر سفر واحد المشكلة الأساسية بأن الحوار الذي يدور بين الجانب اللبناني والخارج يتحكم به حزب الله وليس حكومة لبنان وليس المجلس النيابي اللبناني وطبعا هناك فراغ على مستوى رئاسة الجمهورية لبنان الرسمي ولبنان الشعبي ومصالح اللبنانيين يقررها حزب الله ومن خلفه إيران وليس هناك أي قرار وطني على المستوى اللبناني هذه المشكلة الحقيقية والدعوة للأحزاب اللبنانية هي بالاتحاد حول مطلب واحد سهل جدا هو تنفيذ القرار سبعة عشر سفر واحد عن تنفيذ القرار سبعة عشر سفر واحد المستند على وثيقة الفيق الوطني نعم عن هذه النقطة بضبط تحديدا دكتور وزير الخارجية الإيراني قال بأنه يجب تنفيذ هذا القرار ولكن كيف وبأي آلية الحديث يدور هنا ليس عن تنفيذه بالكامل وليس عن ترسيم الحدود البرية بالكامل وإنما ثمانية أو عشرة كيلومترات فقط ما وراء الليطاني وإن قبل حزب الله بذلك ما المقابل؟ أنا أعتقد بأن علينا كلبنانيين أن نستدرك الأوضاع وبأن لا نسمح بأن يكون هناك نصف تنفيذ للسبعة عشر سفر واحد السبعة عشر سفر واحد هو قرار دولي كلفة تنفيذه حوالي 800 مليون دولار سنويا منذ العام 2006 حتى اليوم أي نتكلم عن 12-13 مليار دولار تدفع الولايات المتحدة حصة 45% من هذه الكلفة المطلوب التنفيذ الكامل وليس المواربة وليس الالتفاف على السبعة عشر سفر واحد وليس مبادرة تذهب باتجاه انسحاب حزب الله بعمق سبعة أو عشر كيلومتر فقط وبقاء سلاحه معه لا نحن نطالب بالتنفيذ الحرفي الكامل للسبعة عشر سفر واحد وغياب القوى السياسية اللبنانية من هذه المطالبة يجعل يحرر حزب الله من أي قيد داخلي ويسمح لهذا الحزب أن ينفذ السبعة عشر سفر واحد ربما وفقا لشروطه وليس وفقا لشروط جميعا لبنانية دكتور فارس عن مسألة غياب القوى السياسية في لبنان وزير الخارجية قال بأن اللجنة الخماسية منقسمة على نفسها ويجب اختيار رئيس يترك للبرلمان اللبناني ومعروف البرلمان اللبناني توجهه وبالتالي هنا ما الأسس التي ارتكز عليها حتى يقول بأن اللجنة منقسمة وهل نسف بذلك جهود لودغيون في المنطقة التي استأنفها أمس وزير الخارجية اللبناني يعمل ضمن حكومة تغلب مصلحة حزب الله على مصلحة اللبنانيين التصريحات كانت لوزير الخارجية الإيراني أعفوا وزير الخارجية الإيراني لا أعتقد بأن موضوع انتخاب رئيس في لبنان هو موضوع سيأتي نتيجة التفاهم حول ضمان الأمن في جنوب اللبناني أي بعد التوصل إلى تسوية متكزة على القرار 17-01 سنأتي بطبقة سياسية بدءا برئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة وربما أيضا ترتيب اقتصادي للبنان يضمن هذا الترتيب الجديد قبل هذا الترتيب ليس هناك أي إمكانية للفصل بين رئاسة الجمهورية في لبنان وبين الترتيب الإقليمي بمعنى أن وضعت إيران يدها على القرار الوطني اللبناني أخذت لبنان رهينة نحن يتصرف بنا وكأننا أكياس رمل في هذا الموضوع حسنت ظروف مهوضاتها مع الولايات المتحدة من خلال إمساكها بمبدأ عدم الاستقرار في البحر الأحمر وفي جنوب لبنان وبالتالي تدرك تماما بأن أمريكا في لحظة انتخابية حريجة لعبت أوراقها بمهارة واليوم هي التي تفاول حول السبعة عشر سفر واحد عبر حزب الله وما بعد السبعة عشر سفر واحد بانتخاب رئيس في لبنان أشكرك جزيلا شكر من بيروت الدكتور فارس سعيد النائب السابق في البرلمان اللبناني ترجمة نانسي قنقر